السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم 6 مقبلات جيدة بزاف واختال فانت من ان شاء الله تشربوها وتردو عليها الخبار كيف العادة وتفضلوا معايا باش تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة هنغضا نشحر هاد البصلة عندي حباتين بصل القليل من زيت الزيتون والملح ملح كيبقى على حسب الضوء هنغضا نستعمل الملح باش البصلة طلق ليلة الماء غنشحرها حتي ولي اللون ديالها ذهبي ومن بعد غنزيد البطاطا البطاطا هنستعملت انا اربعة ديال حبات صغارين ممكن تتعملو حبتين بطاطس غدا نقطعت هالمكعبات ودبا غدا نحاول نشحرها واحد شوية باش البصلة طلق فيها الماداق هاد الوصفة هادي ممكن طيبوها حتي في الفرن هنغضا نزيد ثلاثة ديال ورقات ديال للرند او ورق الغار او ورق سيدنا موسى هنغضت الشيف لور قليل من الماء الماء غدا نزيد غيش شوية لقبال البطاطا لان البطاطا كتشرب الماء سافي وغدا نزيد هنا يا معلقة ديال الكوغي لتقدروا تعودوه بالكركم وهنا زيت شوية ديال المليحة لان البطاطا كتبغي من مليحة وزيت هنا يا شوية ديال الفرفلة حمراء حلوة بخلطة مع شوية حارة هنا زيت الزعتر الزعتر كيت وتم ديان مع الشيف لور وغدا نزيد الزنجلان قليل من الزنجلان كيعطي واحد المعدة قزوين فهدا السلطة هادي اللي ممكن تعاوضوه بالكوكاو بلا بغيتو غير الكوكاو تخليو حتى الاخر ما تضيفوش تابا يعني حتى توجد سلطة عدك نزيدو الكوكاو سافي معلي بقاليا غينا نحرك مزيان باش التوابيل باش هاد المكونات يشربو التوابيل سافي من اللي حركت مزيان دابا غدا نغطيها وغدا نخليها طيب شوية عاد غنزيد التوم طابة نص طيبة دابازتليها واحد لمعين القادية التوم من بعد غدا نعود نغطيها نخليها واحد شوية تاني تقريبا خمسة دقائق هكذاك من بعد ما مرات خمسة دقائق اللي بتلقيت بتاطا طابت شفلور طاب سافيدة بغا نزيد ليه شوية ديال القصبر وشوية ديال زيت الزيتون قليل من زيت الزيتون واحد القطيرة ديال الحامض هات السلطة هدي كتجيل ديدا 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 بزاف وليكلها كيحسب ليه بحلي في هاللحم يعني في هالمادق كلمادق ديالها كيجيزوين بزاف تمنى ان شاء الله تجربوها هات السلطة هدي غدا كتكيل بردة وسخونة السلطة ديالبطاطا كتكيل سخونة ما نقدروش نخليها في تلاجة هدي كتاكلها يعني فتك النهار اللي كتحضروها فيه هات السلطة اللي غدا نوجده ممكن تكيل بردة او سخونة هنا عندي حبة بصل شحرتها غيشي شوية ماشي بزاف وغدا نزيد لها هنا حبة فلفل احمر مقطعة صغيرة يعني قطع صغيرة جدا وهنا حبة جزر مقطعة احتها هي قطع صغيرة جدا غدا نشحرهم كيف شفتوا غيشي شوية ماشي بزاف شي خمسة دقيق هكذاك وغدا نزيد مع القادية للتوم ونزيد هنا هي العدس اللي رقته وصلقته وغدا نزيد كذلك زراع المفسخ او ايبلي ولما عندكم مش مش مشكيل تقدروا تعودوه اما بالارز او تاخدو الزراع تبيتوه ليلة كاملة يعني الزراع عادي تبيتوه ليلة كاملة مرقد والغد لي كتلقوه كياخد شوية الوقت بالمقارنة مع هذا هذا يعني مفسخ يعني كياخد غيشي ساعة دي الطاي عشرة دقايق دي الطاي سافي غدا نشحر مزيان هاد شي باش يتماجزو يعني المضاقات وي الزراعو العدس يشربو المضاق دي الفلفلة والتومة هنا غنزيد الملحة لان ضغط لقيت شوية ناقص بالملحة ولكن لو كتو سالقين الزراع بالملحة راما تحتاجو سزيدو الملحة هنا زيت شوية دي الفلفلة حارة وزيت هنا يا القصبر القصبر غي القصبر بوحدو وزيت هنا زيت الزيتون صافي ما والحمض يعني ما هاد الصلاطة هادي غنخليوها خفيفة ما نكتروش فيها التوابير غي مليحة وشوية دي الحار ولا البزار لما نبغيتوش نستعملو الحار وشوية دي الحامض وزيت الزيتون هادا باش غدا نتبلو هاد الصلاطة هادي نخليوها خفيفة وممكن ترافق بزاف دي الأطباق هادي ده بغندوزو صبحات واجدة ده بغندوزو الصلاطة الثاليثة الصلاطة الثاليثة هنا عندي واحد حبتين جزر قطعتهم قطعة كيف ما كتشوفو صغارين وغدا نزيد عليهم حتى القرعة القرعة هي قطعتها لشكل مكعبات إلا كان عندكم جزر اللي عندي أنفتي ورقيق إلا كان عندكم جزر كياخد شوية الطياب يعني غليد تقدروت طيبوه واحد شوية هو الأول عد زيدو ليه القرعة هنا كيف شفتو راني زدت المليحة والتوم والحامض المصير يعني هادو ما الثلاثة الحويج لغدا نضيفهم مملولين يعني مليحة حامض المصير والتوم طفيراني كيف شفتو يعني ذاك شي كي طبع لا المهل يعني غي شوية ما نحتاجوش نزيدو لها الماء لأن القرعة فيها الماء خيزوته هو إلا خلينا ذاك شي كي طبعي بالمهل وغطيناه باش يعرق رما كي يحتاجو نزيدو ليه الماء وغدا تشوفو بإن الماء داك يجي مختلف هنا زد شوية دي الحار هادي تهي ما غدا نكترو فيها التوابل باش تبقى لنا ذاك الحلاوة غالبة ونبقاو نحسو بذاك الفرق دي الخيزو والقرعة وغدا نزيدو واحد شوية دي الحامض هادي دخي دخي هاد السلطة هذو كيوجدو بسرعة وغدا نزيد هنيا القصبر ودروري ديك السينياتور ديال زيت زيتون في الآخير أنا كتجيني هادي كيه اللمسة المغربية إلا بغيتو تقدرو تزيدو لها الكامون هاد السلطة اللي فاتت صافي كنخليوها جانبا ده بغدا ندوزو لسلطة الرابعة هاده غنديرو واحد الزعلو كدي القرعة الخضرة والقرعة الحمرة على النار هادي احتهوا غدا ندرنا القرعة الخضرة والقرعة الحمرة يكونوا كمية متساوية يعني قد القرعة الخضرة قد القرعة الحمر درنا الملحة نقصت كيف العادة يعني كنقص هاد 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 شي كلو غدا نطيبو على نار هادئة زدنا الزيت الزيتون وده بغنزيدو مطيشة ده بصافي را القرعة ضغية طابت صرا طابو طلقوه شفتو طلقوه الماء ده بعد غنزيدو المطيشة صافي ده بغنحاولو نمعكو هادك الزعلوك ونخليوها خصناه ضروري نخليوها نقاو نشحرو فيه نشحرو فيه حتى نقص من الماء كيتعلك وكيجي هاد الزعلوك هاد كيجي معلك وكيجي لديد 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 بزاف يعني هاد الزلطة هادو ولمقبلات يعني زوينين بزاف تقدر ترافق بزاف دي الاطباق وساهلين ما كياخدوش بزاف دي الوقت يعني كل شي كيتحضر في المقلاء اي في مقلات واحدة كتحضرو كل شي كتوجدو كل شي فمرة هنه غدا نزيد التومة بالنسبة للتوابيل هاد السلطة هادي هاد الزعلوك هاد كيجي معه تلفلفل فلا هنزلت الحامض المصير والتومة يعني حاولو تكترو شوية ديال التومة والحمض المصير كيجي معاها زوين بزاف سافية انا كنبقى نضيف دبا التوابيل بشوية بشوية ونحرك باش يشرب ليه باش يتعلق وذك المال اللي كيكون في القرعة يتبخر هنه متزيدوش الماء بالمرة انه غالقرعة عرفتوك اطلق الماء خاصة دبا درناهم لشكل زعلوك هانتو محد هي غدا كتطيب وكتزيدت لقلمة دبا انا هنه زلت الزيتون ودائما كنحرك بش تنشف ليه سافية دبا مني بدس كتنشف غنزيد دبا يا فلفلة حمراء اللي كنت شاركت معاكم في فيديو السابق وهنا غنزيد شوية ديل زجابيل ضروري من شوية ديل كامون وشوية ديل فلفلة حارة يعني التوابيل ديل زعلوك ممكن نضيفوه حتى القصبر حتى هو قصبر يابس ولكامون حاولو نستعملو غشي شوية مشي بزاف انا كنستعملوه حبوب وكنستمروه في تحريك حتى كتنشف تماما ما يبقى فيها حتى قطرة سافية انتو ما هي انشفات تماما تلون ديالها تبدل زدت ليها هنا واحد القطيرة ديال الحامض القرعا كتبغي الحامض القرعا الحمراء كتبغي الحامض سافية اوزعلوك ديالي وجد وغنزيدو دبا شوية ديال زيت الزيتو سافية دبرا اني ينقصت يعني تفيت البوطراغي يعرفتو ديال الضو كتبقى شوية هذا كيبقى فيها هذا الحرارة زدت هنا يا ذا كتزيت ديال التوم كي يبنن لي بحل هاد الاطباق هادي وغدا نزيد القصبر صافي ها هي وجداد دبا احنا غندوزو باش غدا نحضرو واحد هنا واحد تتبيلة اللي غدا ندوزو فيها لي زختي شو اللي هو القوق القلوبة ديال القوق عندي بيضة عندي فلفلة حارة مقطعة صغيرة ولكن تزولوا لي هاديك البودور ديالها باش ما يجيكمش حار وهنا عندي نص بصيلة مقطعة رقيق كل شي تقطعوها رقيق والزيتون مقطعة رقيق هادي كتجي خطيرة خطيرة ها تتبيلة هادي و الحمد المسيّر حمد المسيّر أكوه ما نكوش إلطحتو حطيته غيه هنا حدايه يعني ذاك شي على طبيعته هاو صافيه هنا يدك شفتو؟ أديك الفلفلة حمار أديك تحميرا كان نبقى أولى الفلفلة حمراء كانت نبقى أنا نطحن غي القياس مرة 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 أعود نطحنها اللي كنت شاركت معا كل مرة اللي فاتت ونزيد شوية الحار لأن الذك الففلة حارة معزونا لها البودور ما كتتعطيش بزاف المدقة دي الحرور ومجاش حار بالمرة هيدا يعني ما تخافوش من الحار غيضو زيو غي تستعملو غيشي شوية ما تستعملوش بزاف والملحة وهنا غنزيد سميدة سميدة أي سميدة عندكم تذيك الرقيقة ممكن تستعملوها وزيت الزيتون وشوية دي الزعتر فصراحة هدي ما بقيتش عقلة وشفيتها تشاركتها معاكم دايما كان تتبيلة هدي خاصة بي دايما تنذيرها إنها كتجي لديدة 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 بزاف يعني تقدروا تدوزو فيها بطاطا تقدروا تدوزو فيها بزاف دي الخضر وكنزيد هنا يا القصبر قصبر كنت قطعت واحد الكيمية كبيرة وحطيتها وبقيت فيما كان نوجد شي سلاطة كان ناخد منه هنا عندي هنا يا القوق اللي سلقته وغدا نزيد دابا ناخد هاد تتبيلة هدي ونحاول ندوز هاد القوق في هاد تتبيلة أو هاد شرمولة هادك البيضة علاش كنزيدها غيباش كتلسق فهاد الصلصة هادي كتلسق في الحاجة يعني لا درنا شيء أي خضرة أي خضرة استعملتوها كتلسق فيها وكتجي لديدة بزاف يعني هدا هو الدور ديالها البيضة صافي شعلت الفران دابا ركي يسخن درتو الدرجة ديال حرارة ديالو ميتين وهنا خديت واحد هادا غيب تزيين لتزيين فقط يعني ممكن استغنو استغنو عليه ولكن را مطيشة مع مطيشة مع القوق ركي يكتواته معه لانه مطيشة حامضة والقوق يبغي الحموضة صافي دخلت هالفران ودابا غندوزه باش نحطره واحد الصلاطة أخرى هاد الصلاطة هدي تهي كتجي لديدة بزاف ومختلفة اللي مول فين كان شوفو هنا عدنا واحد الحبة كبيرة ديال البصلة ولا استعملوا حبتين غنزيد هنا زيت الزيتون هني البصلة ضرورية ضرورية هنا البصلة لانها يلي كتواتي كيني انشي صلاطات كنستعمل البصلة كيني انشي صلاطات كتمشي معهم تومة كتر من البصلة وكيني انشي صلاطات اللي كنستعملهم بجوج اللي لاحتو هاد السلطة ديال البسباس ضروري البصلة فيها شحرت البصلة ومني شحرت البصلة غيشي شوية مشي بزاف غنزيد عليها البسباس اللي قطعتو هك على الطول وغنزيد هنا عصير ديال حبتين ديال برتقال البسباس والبرتقال هاد تونائي هادو كيجو مع بعضياتهم بوحد شكلة رهيب يعني كيجو زوينة بزاف هاد البسباس هادا انا مكنش كناكل البسباس حتى اكتشفتها كبزاف ديال ديال الأنواع ديال الصلطة ديال وعدو اللي تكناكلو هنا كنزيد الملحة شوية ديال الملحة انا يا هادي حضرتها على يعني جات ملحة مجاتش حلوة وخفيها البرتقال اي لا بغيتو نديرها حتى حلوة ممكن ممكن زيدوليها الزبيب ممكن هنا غدا ناخد الزير غنحطوه هنا غي من الفوق باش يطلق الماداق صافي وغدا نغطي المقلع ديالي حتى يطيب داك الشوية يشرب داك يتعسل داك البسباس لانه غدا يشرب البرتقال اللي كين كامل صافي وكنزول داك الزير او اكلي الجبل ودا بعد غنبدأ نشحر فيها البسباس لما كي ياكلوش البسباس غي يجربو هاد الوصفة تقدر تعجبكم ان شاء الله صافي دا بغنبدأ نشحر فيه غدا نزيد الفلفلة حارة ما تخافوش منه ما كدجيش حارة بالمرة غدناخد غي واحد القطعة صغيرة ماشي بزاف طبعا تلحال كنزول داك البودور لانهما اللي كي يعطو الحرارة الحرورة كتعطينا هنا غير ماداق فقط كي يجي واحد توازن رائع جدا بين داك الحلاوة البسيطة اللي كينا في البسباس والبرتقال وذيك النكهة الحرورة اللي كينا في يعني ما تجيش حارة وفي نص وقت كي يجي واحد توازن في الماداق وذيك الحلاوة اللي كينا حتى في البصيلة كي يجيز بينا بزاف هات الصلاة هنا ضروري منع الكوة واحد شوية غنبقاو نشحروها نشحروها هنا غنزيد فيها أناير البزر البيض واحد شوية غير شفتو رغيط ريتقا دي البزر البيض يعني لما كانش عندكم ديروا البزر الاسود ماشي مشكل غيش شوية ماشي بزاف سافي كيف كتشوفو يعني ضروري نبقاو نشحرو فيها حتى تشحر مزيان وغنزيدو لها زيت الزيتون وممكن زيدو لها القصبر أنا غنزينها من الفوق بالقصبر ويعني لبغيتو تحركو تخلطوه معا ممكن تخلطوه معا ماشي مشكل سافي تزيدو لها حتى الحامض غي واحد شوية دي الحامض سافي ها هما السلطات ويجدو تمنى ان شاء الله تربوهم ها يدبا السلطة دي البز بس قدمتها هكذا مع الطماطم كجي زوينا الطماطم بطرية يعني هدوك لطومات سوريز وهنا هدي السلطة دي العدس وهدي السلطة دي القرعة وخيزو والزعلوك دي القرعة الخضراء والقرعة الحمراء سافي وهنا يا القلب دي القوق وهدي السلطة دي البتاطا والشيفلور وهدي دي البسباس تمنى ان شاء الله هاد السلطة ينالوا الاعجاب ديلكم وانشربوه قدروا رافقو لكم اي طباق وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة